شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الملافات الإقليمية كانت حاضرة بقوة خلال مباحثاته مع نظيره الأذري وفي القلب منها القضية الفلسطينية وأشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع الرئيس الأذري تطرقت إلى استعراض جهود مصر لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية قد كانت الملافات الإقليمية حاضرة بقوة في مباحثاته مع فخامة الرئيس الأذريبيجاني وفي القلب منها القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة حيث استعرضت خلال مباحثاتنا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلا من الحروب والضمار والخراب